ترجمة نانسي قنقر ليس كمن يقف خلف الشاشات ويحاول تبرير تصرفاته الطائشة لعقود مضت وهذا تحديدا ما يفعله المسؤولون في نظام الدوحة بهدف الترويج دوليا لسياساتهم لأنها مبلغ الآمال العربية لا منحدر لإرهاب والدمار وتاريخ النظام القطري الجديد فاضح على المستوى المحلي كشفه تعامله الظالم مع أبناء جلدته من أبناء الغفران مثلا وعلى مستوى المنطقة في دعم الإرهاب والإرهابيين والتدخل في شؤون الدول ومحاولات قلب أنظمة الحكم فيها كلها ممارسات يطال أثرها أبناء الوطن العربي قاطبة وهذا ما سوغ للنظام أن يروج لنفسه عبر تقديمه قناة الجزيرة لأنها القناة الوحيدة في الوطن العربي التي تحمل قدرا من المصداقية مصداقية زائفة بدورها يديرها النظام القطري لتكون منبرا مزدوجا له يروج من خلالها لنفسه أمام المجتمع الدولي على أنه الحمل الودية ويدعم الإرهابيين ويروج لهم ويحرض الشعوب على تنفيذ مخططاته وأوهامه التوسعية وفي الواقع ما قام به النظام القطري خلال العقدين الماضيين من تصرفات وممارسات بعيدة كل البعد عن ممارسات دولة تتبع بروتوكولات دبلوماسية وتمتثل للمواثيق الدولية وتحترم العلاقات الثنائية والجماعية بل هي أقرب إلى ممارسات ميليشيا أو جماعة ضغط مسلحة ورثت أو استولت على حفنة من الأموال وظنت أن بإمكانها أن تشتري به التاريخ فقد أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وعاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليؤكد من جديد على أن قطر دعمت الإرهاب وسمحت للإرهابيين بالعمل في ومن الدوحة كما سمحت بتبرير التفجيرات الانتحارية على قنواتها التلفزيونية ولن ينسى أي مواطن عربي ما أفتى به القرضاوي على قناة الجزيرة وبهذه الممارسات قدمت قطر الدعم للحركات المتطرفة في مختلف أنحاء العالم وعملت على تعميق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني كما تآمرت الدوحة على زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية وتواطأت مع القذافي لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود طيب الله ثراه ومن الجانب الآخر أكد الجبير على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تريد الأذى والضرر لقطر ولكنها ترفض التعامل مع نظام الدوحة نتيجة تصرفاته التي يقول محللون إنها تصرفات ناتجة عن خلل وشعور في النقص لدى النظام القطري الذي يحاول جاهدا ولكنه لا يستطيع وإن تضاعفت أمواله أن يشتري تاريخا جديدا يمسح به تاريخا حافلا بالتآمر ودعم الإرهاب